قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدركة الوطنية بميلة بتفكيك شبكة تضم خمسة أفراد عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصادي أو الصحة العمومية حيازة المواد الصيدلانية ذات خصائص المؤثرات العقلية لغرض المتشر التغطير سوفيان بوعون تمكننا أفراد فرقة الإقليمية للدركة الوطنية بتجنانت من توقيف خمسة أشخاص تتروى أعمارهم بين 20 و 33 سنة في قضية كوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التهريب على درجة من خطورة تهدد الأمن الوطني الاقتصاد والصحة العمومية حياز مواد الصيدلانية ذات خصائص مؤثر عقلية لغرض المتاجرة العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الإقليمية للدركة الوطنية بتجنانت مفادها قيام كل من مسمى سينعين لامطاد فاها ياميم نونقاف بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بإقليم بلدية تجنانت بعد التحري وتنشيط عنصر الاستعلمات من خلال استغلال أمثل المعلومة تمكن أفراد الفرقة من تحديد هوية وعنوين المشتبه فيهم الخمسة الذين كانوا علامة مركبة سياحية نورون وكونغو زرق اللون بصدد الترويج على متنها المعنيون زي 18 قارورة أوزوبيتيل ساعة 20 ميلي لتر تركيز 40 ميلي غرام زي 9 قارورات لارغاتيل ساعة 30 ميلي متر ميلي لتر تركيز 40 بالمئة 2 مركبات سياحية مبلغ مالي قدره 62 ألف وخمسمائة دينار جزائر